وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريون يعلن سيطرة القوات الفرنسية في مالي على مطار جاو والمنطقة المحيطة به بما فيها الجسر وباري العابر لنهر النيجر بعد أيام من القصف الجوي والانسحاب المفترض حسب بعض الشهادات للإسلاميين المسلحين من هذه المنطقة من شمال البلاد الذي يسيطرون عليه منذ ربع الماضي القوات الفرنسية والمالية التي لم توضح ظروف سيطرتها على هذه المنطقة تتوجه نحو مدينة جاو التي تبعد عن المطار بستة كيلومترات وتومبوكتو بالتزمن مع هذا التقدم أعلن أحد فصائل الإسلاميين استعداده للتفاوض من أجل الإفراج عن رهين الفرنسي جيلبيرت ورودريغيز ليال الذي خطف غرب البلاد في شهر نوفمبر الماضي التدخل الفرنسي تسبب في نزوح للسكان في ظروف غامضة قدرت الأمم المتحدة أن عددهم سيبلغ حوالي 700 ألف نازحين